اشتركوا في القناة ويأتي انطلاقا من التوجيهات الدائمة والدعم المستمر من جلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه لما يليه من رعاية دائمة لدور العبادة كما ثمن الهاجرية المتابعة المستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ وإنجاز خطة تطوير وتأهيل الدفعة الأولى من دور العبادة والانتهاء منها بأعلى معايير الجودة والسرعة اشتركوا في القناة